هي يعني تساؤلات ومخاوف كتير جدا بشأن فيروس الكورونا هل في حاجات معينة من الموجودة عندنا مثلا دخلت مصر وتم استيرادها وكانت حملة الفيروس قبل الموضوع ما ينتشر ولا لا المستوردين وقفوا استيراد بعض الحاجات اللي احنا بناخدها من الصين زي التوم الصيني الأدوات المنزلية لكن مش هي دي بس الحاجات اللي احنا بنستورد شمعنا التوم وشمعنا الأدوات المنزلية هي اللي احنا وقفنا استيرادها وزي ما بقولك يا طب في مصر فيها موبايلات وفيها عربيات وفيها حاجات كتير جدا احنا بنستوردها من الصين القرار ده بدأ من امتى الحاجات اللي دخلت قبل كده الشحنات الموقوفة أو محجوزة في الجمرك بسبب الفيروس هيتم التعامل معاها ازاي تساؤلات كتير جدا عن المخاوف اللي عندنا كلنا ونرجع ونقول يا رب ربنا يسترها على الجميع وينجي العالم كله من الوباء وفيروس الكورونا وكل الأوباء يا رب والأمراض سمحول يا رحب بالضيوفي اللي هيجاوبونا ويوضحونا كتير من الأمور الغمضة بالنسبة لنا واللي فيها مخاوف الأستاذ حادم نجيب نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالتحاد الغرف التجاري أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك مهندس ماتة بشاي عضو شعبة المستوردين ونائب أول شعب تجار الأدوات الصحية أهلا بحضرتك منورنا جدا أهلا بحضرتك على سيدة المشاهدين شكرا سيد حادم في البداية ايه موضوع التوم الصيني ده بداية طبعا تعلم جدا أن أي شيء كل العالم لما يبقى فيه ظهور فيروس زي كورونا العالم كله توقف عن استراد وغلق المركات بالتجارية في الصين وده احنا عملنا ده يعني الدولة عملت ده بحس أن يبقى فيه أمن واطمئنا لسلامة المواطن المصري رقم واحد رقم اثنين التوم الصيني تحديدا احنا ما عندناش أي مشكلة إزعاق تزعج المواطن المصري بالنسبة للتوم الصيني احنا نوقفه أو هو يتوقف ما يجيش مصر لأن احنا عندنا دخلين على الانتاج بتاعنا المحل المصري وطبعا انت تعلم جدا أن التوم الأخضر اللي كانت تربات المنازل ستة وستك يخزنوه داخل البيوت زمان ده طبعا خلال عشر تيام هيشتغل وهيبشر وعندنا كميات كبيرة احنا ما بنستوردش أي سلع غزائية من خضور الفكهة غير التوم وبعض جنزبيل أخضر أو حاجة زي كده أو في فجوة من الفجوات بيبقى فيه شوية جزر بييجوا في الصيف كل ده ممكن يتوقف يعني فيه جزر ببجام الصين بييجي فيه بعض الفجوات بيبقى فيه عندنا في الصيف مثلا قلة معروض من منتج معايا نتيجة قلة زهوره أو بداية انتهاء عروة وبداية عروة جديدة بيبقى فيه فجوة بنسد الفجوة دي ازاي ببعض المستوردين بيستوردوا شحنات قليلة جدا مش كبيرة ولا حاجة ولكن احنا بنأكد ان احنا بنصدر لجميع العالم الخضر الفكة احنا بنستورش من الصين غير التوم والتوم ما عندناش اي مشكلة انتوقف وبالعكس ده احنا بنقول ان احنا عندنا زيادة المعروض من المنتج بتاعنا المحل المصري هيبقى فيه خلال عشر تيام ما يزيدش عن عشر تيام صراحة التجار التاجر المصري مش هيستغل الموقف ويغلي سعر التوم لا هو اصلا التوم الصيني هو اغلى من التوم المصري يعني مش بس فيه توم صيني خلاص بقى البلد يغلى لا حتى ولو ما عايز متأسف يعني معلش مع كامل احترام التوم الصيني المصري بيبدأ النهاردة من سبعة جنيه لغاية عشر جنيه لو حتى لو غلي بخمستاشر جنيه التوم الصيني كان بيتباع بخمسة وتعطين واربعين جنيه ما هدي الفكرة باحنا ليه كنا بنتجه اول بعض بيتجه للتوم الصيني رغم ان احنا عندنا اللي يغطي المعروض الفجوة اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي احنا كنا بنأكد يعني انا ما زلت بأكد ان التوم المصري هو اكتر فاعلية واكتر جودة من التوم الصيني ولكن هو بقى سبقاله سوق في مصر عشان خطره هو تأشيره سهل وطبعا المطاعم والاسرع اه اسرع واخد بالحضرتك بس احنا بنأكد ان التوم المصري هو اعلى جودة واعلى يعني احنا بنصدر لأوروبا كلها توم احنا بنصدر لأوروبا اتحاد أوروبا كل بيخدوا عندنا توم كل الخضر والفاكل احنا بنصدر لكل دول العالم يعني بنصدر لأوروبا بنصدر للمجلس التعاون الخليجي بنصدر لدول شرق اسيا دول شرق اسيا كان بتتاتف على بتتاتف يعني متأسف كان فيه تهافت كبير جدا على البصل المصري صحيح دول شرق اسيا فالنهاردة انت بتصدر لكل العالم ما عندناش مشكلة احنا ما يزيد عن التسعين في المية منتجنا منتج محلي امن مئة في المية الناس ما تتخضش لان احنا الشحنات اللي جات برضو قبل ظهور الفيروس دي ما كانتش فيها اي نوع من انواع اي حاجة والحجر الزراعي بيقوم باشراف كامل على المنتجات اللي بتخش بيتم فحصها قبل الفيروس طبعا قبل الفيروس كانت لما تدخل بيتم فحصها ايو فاندي ما عندنها حجر زراعي من خلال وزارة الزراعة